تست تست. يا اهلا وسهلا. مساء الخير يا جماعة زيكو يا رب تكونوا بخير. الفترة اللي فاتت كان فيها رتود كبير جدا في القناة ومش قادر اصور اي حاجة ومش قادر اقطع سلسلة الانقطاع دي باي فيديو. فقررتنا النهاردة كده اخذ الخطوة واشغل الكاميرا والمايك واتكلم معاكو كنوع من الفطفضة او الكلام مش اكتر. فالفيديو ده ممكن يبقى مش مفيد بالنسبة لك بس مفيد جدا بالنسبة لي. بان انا ارجع مرة تانية لمحتوية او للقناة واقدر او احاول ان انا اركز معها افضل. فيلا بنا نبدأ. ازايكم يا جماعة اخبارتوا ايه يا رب تكونوا بخير. الفترة اللي فاتت اه كانت فترة رخمة شوية فترة صعبة شوية وفيها تشتت كبير جدا. ممكن يبقى مفيدة او الكلام اللي انا حاوله يبقى مفيد بالنسبة لحد لسه هيقبل على فترة ما بعد سنة الامتياز او ما بعد التخرج. بما ان النهار ده كده يبقى عدى سنة بالزبط على انتهاء الامتياز او على انتهاء او زي الشهر ده كانت حفلة تخرجنا السنة اللي فاتت. فتعلق تقدرتش معاكو عن الصعوبات اللي انا قابلتها وعن ليه فترة انقطاع حصلت الشهر اللي فات او شهرين اللي فاتوا. وان انا فعلا مش قادر ارجع بنفس القوة او بنفس التركيز مع القناة. بكل بساطة هو ان بعد فترة التخرج بيبقى في عندك مصارين. المصاري الطبي والمصاري الجانبي. المصاري الطبي ده اللي هيبقى محتاج منك مجهود كبير مقابل دخل مادي قليل. مش هيكفيك حتى للمعيشة. وعلى الناحية التانية السايت كارير او المجال الجانبي اللي انت بتدخل به لنفسك فلوس تقدر تعيش بيها وتسرف على المجال الطبي لعندما تبقى في المجال الطبي كويس وتعرف تدخل من لمجال الطبي فلوس اكتر. ده حصل معي ولكن انا الحمد لله بشتغل من قبل ما اتخرج فده سهلي في موضوع السايت كارير وان انا عارف مجالي ايه وشغلي ايه وحشتغل مع مين وحجيب عملاء ازاي وحدخل فلوس ازاي. قبلت مشاكل في الجانب الطبي بان انا امتحن في الزمالة او ابقى مسجل رسميا في الزمالة بسبب ان انا مقيم في البلد اللي انا فيها مش مواطن ولحد الان الفشكلة دي لسه متحلتش والمشكلة دي متحلتش. وطبعا الفشكل دي عشان تتحل محتاجة اوراق ومحتاجة فلوس ومحتاجة حبرات كتير. خلينا في الجانب الثاني yang هو السايت كارير. واحد من السايت كاريرز اللي ήταν واحد من السايت بيزنس اللي بالنسبة لي كانوا في فترة الجامعة هو قناة اليوتيوب. قناة اليوتيوب كنت crabsها الوحدي واستماريت فترة كبيرة وانا الوحدي. وبنزل محتوى حتى في ايام الامتحانات كنت متخيل ان بعد التخرج هيبقى الموضوع ابسط واسهل وحيبقى عندي وقت اكبر من فترة الكلية. ولكن ده ما حصلش. بكل بساطة عشان الالتزامات. فترة الجامعة ما بقاش في عندك التزامات غير ان انت تسرف على نفسك او تدلع نفسك تخرج تروح تقابل صحابك تشترك كتوب تحترك كورسات وهكذا. بعد التخرج الموضوع بيختلف تماما. خاصة لو انت مقبل على زواج لو انت بتجهز نفسك لو انت بتعمل اي حاجة كبيرة في حياتك. فبيحتاج منك التزامات وبيحتاج منك دخل كبير. والدخل كبير ده اليوتيوب مش هيوفره لك. وخاصة لو كان محتوىك زي محتوية محتوى تثقيفي او محتوى علمي. لو لاحظت الفترة الاخيرة اليوتيوب مركز جدا مع المحتوى الترفيهي وحتلاقي في ملايين لفيوز والاشتراكات ومركز جدا مع المحتوى القصير. للأسف محتوية انا مش للأسف لا للأسف بالنسبة لليوتيوب. بس انا بحب محتوية جدا وبحب شغل اليوتيوب جدا. ولكن محتوية محتوى علمي محتوى في شرح محتوى اكاديمي شويتين فما ينفعش بيبقى محتوى قصير مع ان انا حاولت بعشر فيديوهات نازلتهم في رمضان ولكن برضو مش حاسس نفسي قوي في الحتة دي ولكن هحاول مرة تانية وتالتة وربعة. المحتوى القصير مش حتتي قوي والمحتوى الترفيهي مش مكاني خالص. انا شاطر في حاجة معينة والناس حبتها فانا هكمل فيها. ولكن في جانب تاني ناس ما تعرفوش وهو الجانب المادي. لو بسطت كده على الشاشة هزهر لك هنا عائد الشهر ده والشهر اللي فات واللي قابله من اليوتيوب. هتلاقيه بيتراوح ما بين خمسين دولار لحد سبعين لمية دولار بالكتير. ودول طبعا ما يكفونيش لوحدي. ما بقى لك بقى لما يبقى فيه او فيه ناس بتشتغل معك. فعشان تقدر تغطي الحتة دي انت بتحتاج انك يبقى معاك شغل جانبي عملاء تانيين شركات بتشتغل معاهم بتدخلك دخل. ولكن هما ما بيبقوش فارق معاهم انت عامل ايه او قناتك عاملة ايه او البزنس الخاص بيت عامل ايه. هو يهمهم ان شغلهم يبقى كويس وماشي ومستقر وبتعمل فيه اعلى مستويات الابداع وهو حيبه مبسوط منك ومرتبك ماشي وكويس. ده زاد اكتر في الفترة الاخيرة فخلاني مقصر في حق قناة اليوتيوب. ومش قادر اركز معها. لان انا لو ركزت معها فحبق بضيع من ايدي دخل كبير وبضيع من ايدي آآ فرص حلوة. وفي نفس الوقت حتى لو ركزت معها مش هقدر اغطي حتى تكاليف او مرتبات الناس اللي معايا او حتى معيشتي انا الشخصية. فحاولت على قد ما اقدر بان انا اقسم وقتي بان انا اطلع افكار بان انا اصور في الوقت اللي انا فاضي فيه بس برضو الموضوع ما هواش بالسهولة دي. مش عارف انا ممكن ابقى مخطئ ولكن بشوف ساعات بين الناس اللي بتشتغل بيديها او زي الجراحين او البنائين او الناس اللي بتشتغل في المحارة او في اي حاجة بيديهم الموضوع مش هقول ابسط ولكن سهل ان هو يعمله حتى لو كان مش في افضل حالاته المزاجية او حتى لو كان متوتر شويتين. ولكن لما تبقى مضطر انك تطلع بفكرة جديدة تكلم عن موضوع تبحث عنه كويس جدا خاصة لو الموضوع ده هيتعرض قدام مئات الناس او 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 ممكن مئات الالاف وبتبقى معرض للنقد ولو غلطت في كلمة صغيرة فهتقول للناس هتبقى مسكك على الكلمة دي. ده بيخلي الموضوع موتر اكتر بالنسبة لك. يعني ام حتى لو كان معاك في التيم عشر اشخاص بيشتغلهم. في الاخر انت اللي هتكتب وفي الاخر انت اللي هتبقى قدام الكاميرا. فلو في خطأ انت اللي هتتحمله. ولو قدام الكاميرا شكلك مش احسن حاجة برضو ده هيوصل للناس. فده اللي بيخلي صناعة المحتوى ما هواش اسهل حاجة في الفين تلاتة وعشرين. وده اللي خلاني مقصر في الفترة اللي فاتت. مع ان انا بدأت في اكتر من كورسة على قناة اليوتيوب في الفترة الاخيرة. وبحاول ان انا اكمل ولكن زي ما قلتلكو الموضوع يعني محتاج اه مجهود. وده مش نوع من الشكوى او انا عارف الناس اللي برا المجال هتشوف ان ايه ده انتو بتدلعوا اه وبتعملوا محتوى وانتو اه على السرير. الموضوع مش كده خالص اه وده مش شكوى ده مجرد فتفضى عن الفترة اللي عدت. الفترة الحالية اللي انا فيها محتاجة تركيز كبير جدا. محتاجة تخطيط كتير جدا. محتاجة دعمك اكيد. اه ولكن محتاجة ابداع عشان اقدر اكمل في الحاجة اللي انا بعملها سواء كان في القناة بتاعتي او سواء كان مع العملاء او مع الشركات اللي انا بشتغل معها. مش عارف لو اليوتيوب بالنسبة للمحتوى التثقيفي والمحتوى العلمي بينهار او ما عادش يلينا مكان فيه. ولكن احنا بنحاول على قد ما نقدر انحنا نوازن ما بين المحتوى القصير اللي بشكل طولي على هيئة وما بين المحتوى اللي بشكل العرضي اللي على هيئة شرح او فيها او بنشرح حاجة للحد. انا بالنسبة لي شغلة اليوتيوب هو احلى حاجة بعملها في حياتي ولكن ساعات تبقى مجبر او مش قادر تطلع قدام الكاميرا. وبطول الوقت بحاول اهون على نفسي بان ده شغل وان انت مش دايما هتعمل احسن حاجة عندك وفي هاوقات هتعدي هتبقى فيها الدنيا مش افضل حاجة. ولكن برضو اه ممكن يبقى وسواس الكمالية او ان الحاجة تبقى افضل حاجة او ان انا اعمل افضل صورة مصغرة وافضل فيديو حصل. ده بيخليني اجل اكتر واكتر واكتر. وكل مرة بحس ان التغطي قليلة بقول مش هطلع قدام الكاميرا ومش هتكلم. عشان ده ما يوصلش للناس. ولكن احنا بقى انا عارفين بعض التلات سنين فازن انا من حقيق اطلع بفيديو زي ده. حتى لو كانت شكلي مش احسن حاجة. لو كانت تغطي مش احسن حاجة. عشان اقول لكم ليه الفترة اللي فاتت كنت منقطع. بما ان الناس بتسألني كتير جدا ليه ما بكملتش الكورس او ليه كورس الهيستولوجي وسط الحلقة الخمسة وقفت. فده السبب واتمنى تنتظروا محتوى قوي اه انا عارف كل فترة كده بغيبه برجع تاني بس الفترة دي كانت فعلا فترة صعبة. مش هقول اي نصيحة في فيديو ده لان ممكن نصيحة تبقى مغلوطة في الوقت ده. خاصة ان انا مش في احسن حالاتي. فبس كده ادعو لي ربنا يسر الحال في الامور الطبية او في الجانب الطبي في المجال الطبي. عشان الموضوع يتيسر كده وابدأ امتحن في في التخصص اللي انا فيه. ودعو لي ربنا يسر الحال في الشغل ونرجع لطاقتنا مرة تانية ونرجع نعمل فيديوهات حلوة مرة تانية. بس كده اشوفكم على خير. مع السلامة.